ربما يقره ومتى مش توضيع الموضوع هذي ولكن يتم ترويجه داخل المؤسسات التربوية تم حجز قطاع مختلفة الأحجام من مخدر عفوا القنة بالهندي كمية من الأقراس المخدرة في منطقة المنيه لزيدة تم ضبط مروج مخدرات وحجز ثمانين قرص مخدر بنية ترويجه زيدة بالمؤسسات التربوية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الشبكات هذه رجعت تنشط بقوة منذ تزامنا مع العودة المدرسية مصدر رزقهم رجع بطبيعة فمال هما وقت اللي في الصيف وين فمال ملاهي وفي الصيف وحتى وكورد لاني وين فمالي باب وين فمالي ريستو بار بالله باش نسألك سؤال منذر قبل ما تكمل سامحني يا أخي وقت اللي يقولوا ترويجها في المؤسسات التربوية يعني لتلايم ذا يعني من أي عمر بداو يستهلكوا في المخدرات شنو يقرأ في شنو تقول في الجمعة الباك والسيز يمني ربما معنتها مش مفهوم هو مفهم مش حاجة مفهومة ولكن تحس انه متداول عنده اما تلايم ذا في الخامس والرابع ابتدائي ولا شنو بالضبط نحب نفهم ايش انيه فيها العمري يمتع فهم المستهدفة يختلف من وسط الاخر والحقيقة من نجام شنقول فما وسط معين وسط تراقي نعرفه من غير ما نذكر اسماء مناطق فما حوم فما دي ليسي اللي فيهم برشة فلوس فيهم ناس عندها فما شكون يعني بورفودير مناطق يتفرج على الريال ويروح مناطقها النورمال عندهم وهذا يعرفوهم به هذوكم فيهم برشة لهاشي هذي فما اوساط اخرى زادا اوساط شعبية فما حوم زادا اللي مناطقها من دولة الاقراس خاصة لانو ارخص الاقراس من المواد الاخرى لذلك كلها تغلية الأقراس أرخص من الزطلة و أرخص من الواحدة في بالي هذا في التقديرات لذلك هي موان شخص وين سي موان شخص دفين موان شخص وين سي بلو شخص تلقى بيان سور او غيرها موجودة بلاد كاملة موجودة منتها مش قولوا منتها العملية والليت مداولة برمي صغار كيف كيف يتفرج مدام إليه كونكتي أكبر كارثة عنا في حياتنا اليوم هي شبكة التواصل الاجتماعي هي الانترنت شبكة التواصل الاجتماعي يراه وتوظيفها الإجرامي نجم نقول أنا من غير ما نجازف أنه أكثر من خمسين في المئة في التوظيف الإجرامي يعني كان جات الدنيا دنيا كما قلوها نحن راهي في العلم وفي المعرفة وندخل الليلة هذا كله نساوها نساوها منتها فما نشاط إجرامي لقاء أرضية لقاء منصة للتواصل والتنسيق ولا يشي يخوف على صغيرات يخوف بالحق منظر أنا بالحق نتسائل شنية الفئة العمورية المستهد فمتاحهم كان بالحق أقل من 16 سنة فراو كير فهي موجود موجود أنا من عنديش الأرقام بالضبط وزارت دخلي عنها الأرقام ساسي سور وزارت الصحة كيف كيف ما ما شي نجم نقوله لك صغار ومش صغار زادا نحنا جينا في ظرف وقولوها زادا اللي عندنا حالة نفسية عامة حالة قريبة للانهيار قلنا راهوا شعب كامل عاش فواجع من 2011 عاش فواجع كبيرة اي دونك الناس عندها هشاشة نفسية تخليها قريبة للتعاطي يعني في نحنا عندك اهنو ترانديس انتي الالكوليزم الادمان على الكحول شوف قديش النسبة في تونس هذي مؤشر استهلاك الأمراض أمراض الأعصاب شوفوا قديش نسبته في تونس يعني هذي مؤشرات ترى هذي مؤشرات تعطيك بالضرورة في النتيجة ارتفاع جنوني للإدمان على المخدرات نتعدى الموضوع آخر منظر التصريحات مهمة اليوم يزمنا نحكي عليها ما وقلنا أنتونيو تايانيكي يقلق ما يلقى يحكي على تونس البارح أقلق جزكما آية سيدة حادثة على تونس نحكي على وزير خارجية إيطاليا قال أن حقيقة فشال الاتفاق مع تونس خبر لا أساس له من الصحة قال ربما كان أمل أحدهم ولكن لم يحصل هذا لذلك صرح للصحفيين على همش أعمال الجامعية العامة للأمم المتحدة صحيح منظر أنهم طردوا الممثل لدولة الاحتلال من اجتماع الجامعية البارح بتاع الأمم المتحدة شفت تدوينه ما مريتش خبر رسمي لك لا أعلم من اجتماع أي اجتماع سألنا نقول لك صحيح ولا مغادر حاجتماع أعمال الجامعية العامة للأمم المتحدة ما نتصورش يعني اللي يعمل هكا في الجامعية العامة يعاقب إلا يبشي تردوه من الاجتماع ما نصورش أتعون سيدة نثبت منها المعلومة لا أعتقد ممكن فما شكون يحترز يحتاج جاي الاحتجاج جاي ويرد جدا أو المقاطعة أنه يتكلم ونستخرج بانسوق فما شكوني اللوفي قال أنتونيو تايانيو نحن نتقدم ونعمل في بركسيل لتطبيق المذكرة بكل أجزاء نحكي على مذكرة الاتفاق مع تونس قال يجب استقرار الوضع في تونس علينا أن نوقف التدفقات والمذكرة تسير في هذا الاتجاه قال بعثتنا برمتها تهدف إلى لفت أنظار الجامعية العامة بقوة كبيرة إلى القضية الإفريقية ومسألة الهجرة نحن بحاجة إلى مساهمة قوية من جميع المحافل لمعالجة قضية إفريقيا من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة لا من خلال رؤية مفترسة بل عن طريق التحالف والصداقة والنظر لا من خلال نظارات أوروبية بل إفريقية في هذا الكل هو بطبيعة يرى أن الحل في تونس ذاك عليش قال أنه خبر أنه الاتفاقية أو المذكرة مع تونس أنها فشلت هذا غير صحيح ونحن نسعى لإنجاحها بطبيعة يسعى إلى إنجاحها يسعى إلى إنجاح سياساته الخارجية سياساته توجه تونس أنه ما ننساش مثلا أنه إيطاليا حاولت من خلال حكومة ميلوني هي حكومة أقصى اليمين قبل كل شيء أنها تسجل نقطة أنها تسجل نقطة أنها تنجز فتح على حساب اليمين الليبرالي وعلى حساب اليمين المحافظ في أوروبا ما ننساش العركة الكبيرة انتخابات أوروبية وتقاطب على الساحة السياسية الأوروبية بين أقصى اليمين يقعد يقدم قاعد يقدم آخر دراسات أنه الفرنسيونال في فرنسا يعني في ظرف الزمن وجيز من تحقق تقدم بعشر نقاط على ما أذكر يعني فيه تقدم الأقصى اليمين عملية الاتفاق مع تونس لا تخلو من مخاتل السياسية ألمانيا بيانسور كي نحكي على ألمانيا نحكي منتها على اليمين المحافظ فرنسا نفس الشيء ما هومشي سعادة أنه إطاليا توصل الاتفاق بأدنى التكاليف مع تونس c'est une victoire دو لإكسرام دروات avant tout هو انتصار لياقصة اليمين يعني فيه مقابلة داخل المقابلة بقى تنظر على البروتوكول الوحدة الأوروبية والسياسات الأوروبية الموحدة توجه ملف الهجرة ما ننساوش ميلوني اللي كانت هاجمت السياسات الفرنسية اليوم فم تقاتب إيطالي فرنسي في بلدان الساحل الفريقي يعني ما ننساوش أنه إطاليا تسعى إلى افتكاك مناطق نفوذ فرنسية فرنسا في أزمة يعني آخر المعطيات آخر التربوشمان نقول دو لديبلوماسي فرنسي إحدى تعثرات السياسة الخارجية الفرنسية وديبلوماسية الفرنسية أعلن زيارة ماكران إلى المغرب دون سابق تنسيق واتفاق يعني فرنسا في وضع دقيق في هذا الظرف إيطاليا إلى حد الآن حاولت الحصول على اتفاق نموذجي وطرحة أن يكون هذا الاتفاق مرجع يقاس عليه ويوعد انتاجه مع مصر لكن لم تنجح إلى حد الآن لأن الأزمة أوسع وأكبر من أن تختزل الاتفاق مع تونس الأزمة تمس الوضع الأفريقي برمته هي وضع انهيار ووضع تفكك في مستوى السلطة المركزية انقلابات وبالطبع إيطاليا لا يمكن دون أسناد أوروبي أن تنجح في هذا يبقى أنه فيه احترازات في أوروبا على البعد السياسي بش نقولها بكل صراحة البعد السياسي أنه كأن ميلوني تساند الحكم في تونس وفم احترازات في هذا الباب نتعدو لي موضوع آخر منظر الهجرة وفي علاقة بذات الموضوع معناتها مش بعيد برشا بش نحكي شوية أرقام في إطار التصادي لظاهرة الهجرة دونك عنا أرقام متأكد أنه خلال 15-16-17-18 سبتمبر 2023 دونك في ظرف أربع أيام فقط تمكنت الوحدات الأمنية من إحباط 117 عملية اجتياز للحدود البحرية خلصة وقامت بإنقاذ 1507 مجتاز من جنسية إفريقية جنوب الصحراء وتوينس زاد فيهم تم إلقاء القبض على 22-60 شخص من المنظمين ووسطة و12 شخص مفتش عنهم في قضايا مختلفة دونك في ظرف أربع أيام فقط نلقاوا 1837 منهم من جنسيات إفريقيا جنوب الصحراء و379 تونسي بما معناه أنو تونس سروا مزلوا يحرقوا ما تبدل حد شيء هذي في ظرف أربع أيام فقط من دون احتساب يوم البارح يوم البارح فما كيف كيف في إطار ذات المجهودات وحدات الحرس الوطني بالمهدية قامت بحجز 13 مركب حديدي يحذروا فيهم منظر لإعدادها للهجرة غير النظامية دونك في زوز منازل بمالولش تم العثور على المراكب البحرية هذية و38 توقع نجاة مطاطي دونك هذو ما جريم التكوين ويفا قصد اجتياز الحدود البحرية خلصة دونك عندهم ورشات عشوائية لصنع القوارب البحرية الحديدية هذية والبارح منظر كيف كيف في صفيقس البحر الفض في شاطئ الزهرة بالتحديد من مدينة قليبيا الفض قارب مع دينيدون محرك ومن بعد زاد الفض زوز قوارب بشاطئ عين في قليبيا زادة الفض زوز قوارب أخرى لقاوا فيها ملابس وإطارات مطاطية ومعدات ربما كانوا بشيستعملوها المهاجمين غير النظاميين هذو ما دونك الواضح انه تقلب بهم المركب وغرقه واشنوها صار الله وعلم آآ 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 أمل أكيد إنو البارح البحر والفض واحدو ثلاثه قارب معدنية وهذا هو من المنطل مزيل ما زيل الطيار متواصل مزيل الطيار متواصل مش ممكن أتونس واحد يتواجه شي كهذا ويلزم إجراءات موحدة واضحة في علاقة بالمثالات الهجرة نحن عن مشكل الفيزا كي دوغياته ريتابدي مع الردن الافريقية آآ المسالة ثانية يلزم مخيم حابينا ولا كراهنا مخيم. كما عملنا شوشا في الحدود مع ليبيا في تار كنقول مخيم فيه كل الظروف الصحية. آآ هذا بإشراف أممي ما عادش الإشراف منتا مش منتا الإشراف يعني بتمويض أممي آآ ما نجموش آآ نستحملوا تواجد بهذه الكثافة من نجموش زادا نتحملوا التابعات الإنسانية لأوضاع غير قانونية نحن في وضع أزمة لكن بالطبيعة نحن يلزم عنا التزامنا باحترام حقوق الإنسان كليا دون أدنى تصرف. توا توا فقط في آآ نابل منذر منذ قليل اخرج مركب آخر زاد لفظه البحر في شاطئ سيدي المحرسي نابل. شي 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 مؤلم جدا لأنه الطيار هذا مزال متواصل وطيار أقوى من تونس طيار أقوى من تونس الأوضاع الأفريقية لكل تحط وتصب في المعبر التونسي تونس معبر لكل الكوارث الأفريقية وما يحصل في السودان آآ ضروري أنه الأمم المتحدة وضروري أنه تتحرك الدبلوماسية الرسمية ولما لا يعني حتى بالنسبة رئيس جمهورية أنه يكون على اتصال مع محادثة مع الأمين العام للأمم المتحدة هذا ملف مش ممكن تونس تواجه تواجه وحدها. وزارة داخلية تحركت أنه مش توقف قديش مش توقف يلزم كل الطاقات الأمنية والعسكرية في ملف الهجرة فقط. يعني هذا أمر الحقيقة لا يحتمل. واضح شكرا لك منظر كانت هذه اللوجوك مال.